يعني هذا لا يقضح أبدا في الدكتور أسامة الغزالي حرب زي ما قلت كان حالة عاطفية فقط فاختلط الأسماء ضمن الأسماء اللي ذكرها في هذا أسيق الأستاذ حلم النم نمي الحقيقي اعتذار الدكتور أسامة الغزالي حرب كان على مفارقة وأنا في رأيي أن هذا الاعتذار بيشكل يعني شكل اللي جاي جمعات السلام العربية والمصرية كانت دائما وأبدا بتطمح للقاءات مع جماعات السلام الإسرائيلي في محاولة لخلخلة الحالة الحربية أو العسكرية في محاولة لإيجاد مخرج للتعايش السلمي هذا لم يغفره ملاهد التطبيع وربما أيضا لم يحقق أميان معسكر التطبيع جاء اعتذار الدكتور أسامة الغزالي حرب عندما شاهد الرضع يقتلون ويقبرون عين عينك وأمام العالم كله والضمائر ميتة ليضيف بعدا جديدا هل يعتذر المطبعون؟ ده كان سؤال دكتور عبد المنم سعيد أنا لم أعتذر ولن أعتذر الاعتذار حالة عاطفية هنا لكن الحقيقة أن هناك طريق هنا دخلناه ومشينا فيه والحقيقة أن هذا الطريق تقطعت به السبل السؤال كيف ترى كمثقف مصري التطبيع وأنصار التطبيع وكيف ترى المصير الحالة التطبيعية العربية؟ لا الحالة التطبيعية بالنسبة لبلد زي مصر ودول المواجهة مختلفة عن العالم العربي بمعنى يعني بمعنى أنك أنت مصر وسوريا والأردن دخلوا في حروب مباشرة ولبنان دخلوا في حروب مباشرة مع إسرائيل وبالتالي وارد بقى أنك تتكلم عن السلام وتتكلم عن التطبيع لكن الدول العربية لما دخلتش في حروب أظن المعنى مختلف يعني مثلا أنه لما حصلت الاتفاقيات الإبراهيمية وهجمت الدول اللي هي كانت الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين عربية سعودية تاليا يعني فوزير خارجية المغرب وقتها طلع اللي بيهجمه المغرب قال إحنا ما بنطبعش إحنا كانت علاقتنا طبيعية طوال الوقت بإسرائيل لكن كانت العلاقات مجمدة فإحنا بنرجع العلاقات وبالتالي التطبيع مختلف هنا التطبيع بالنسبة لمصر أنت في النهاية لما بتجي تتكلم بتتكلمه في خلفيتك حروب عديدة خضناها في خلفيتنا مسبحة مدرسة بحر البقر في خلفيتنا مصنع أبو زعبل اللي الطيران الإسرائيلي دكوا على اللي فيه في خلفيتنا مدن القناة اللي ضربت ودمرت والرئيس عبد النصر اضطر أن يحجر أهليها الموضوع مختلف بالنسبة لنا عن باقي الدول العربية الشقيقة التي لم تخذ مثل هذه الحروب الحزبة مختلفة الحزبة مختلفة هنا حزبة مختلفة عنين الوصول ده حزبة غير طبعا هنا ما فيش دم ما فيش دم ما فيش شهداء ما فيش شهداء ما فيش حدود جغرافية مباشرة آه مباشرة فالموضوع بيختلف يختلف يعني يغتفر لهؤلاء التطبيع لا أصلي المشكلة يعني مثلا آه مش محتادة ما في الداخل يعني التطبيع خد في مصر معارك ثقافية وسياسية ضخمة جدا جدا وجمعيات تشكلت معا وجمعيات ضد ومظاهرات هنا ومظاهرات هناك وحاجات ضخمة جدا في الدول التي ما شهدتش مثل هذه الحروب ده ما حصلتش يعني ممكن ناس طبعهم ناس معطردة لكن في النهاية ما وصلتش لهذا الاحتدام اللي موجود عندي يعني الحالة المصرية لا تقص على غيرها لا الحالة المصرية طيب نزل إلى الحالة المصرية هناك اعتذار الدكتور أسامي الغزالي حرم في الحالة المصرية نجيب بدايات التطبية بعد العدوان السلاسي وزير خارجية أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية طلع وقتها قال انه ما فيش مشكلات حقيقية بين العرب وإسرائيل المشكلات اللي موجودة مشكلات نفسية بالعرب كده ناس مش طيقة بعض يعني فاحنا مفروض نقرب نفسيا من المصرية دي كانت وجهة النظر الأمريكية ويمكن الأستاذ هيكل في أواخر الخمسينات كتب مجموعة مقالات في الأهرام جمعت في كتاب ما قاعدش طبعته تاني كان اسمه العقد النفسية التي تحكم الشرق الأوسط ان الحدوثة في الأصل كلها مجموعة عقد نفسية وهنا دخل مجال التطبيع طالما ان الموضوع نفسي طب ما نيجي على نفسنا يعني احنا القضية بقى ما بقت ان احنا مش طيقين للسرائيليين والسرائيليين مش طيقيننا طيب ماشي يطلع ناس من عندنا لا والله احنا هنتقدم وناس من عندهم وده اللي عمل جماعات السلام ان ممكن السلام يتحقق الحقيقة ان المشكلة مش كده المشكلة ان فيه بلد محتلة فيه احتلال يعني الرئيس السادات لما عمل كان بديفيد ومعادة السلام كان فيه زهنه ان دي خطوة اولى نحو احلال السلام بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للسوليين ده كان اختراق اه اختراق للحالة ده اختراق في الحالة وفي هذه الحالة هو احنا عندنا الناس بدأوا يتكلموا عن التطبيع دي لانك انتا ما بدأوش يتكلموا عن التطبيع إلا ما خدت السينة يعني ما حدش يتكلم عن التطبيع طول ما كان ارضك محتلة ما ارضنا محتلة ما حدش يتكلم في التطبيع المعركة فيه معركة ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ودخلنا حرب اكتوبة مزبوط وبالتالي خلاص لما احنا خدنا سينة طب قالك طب ما نجرب على الحالة دي والاسرائيليين ممكن يخرجوا طيب احنا نعمل يا عشان نوصل لده وده من هنا بدأت مسألة التطبيع فيها يعني رهان على المستقبل وفيها حسن النوايب أكبر هل خسر المراهنون على المستقبل بعد حرب غزة لا من قبل حرب غزة بمعنى بمعنى مثلا احنا فاكرين تحالف كوبنهاجين ما تحالف كوبنهاجين توقف بعد فترة لما ما وصلش نتيجة لما جاء يعني الراحل علي سالم لما سافر اسرائيل اول مرة وهو جمى هجوم ضاري ووصل في الهجوم الى كانت فيه دعوات لفصله من اتحاد الكتاب وفصله من كذا وفصله من كذا انا انتقدت سافره وهجمت سافره لكن ما كنتش مع انك انت بقى يعني تقطع كل سبل الحياة بيه انه يتفصل لا الان لو لو فصلته مثلا كان مطرحه ان يتفصل من اتحاد الكتاب وانا كلمته اقتها المرحوم الاستاذ سعد الدين واحد وطوله لو اتفصل هيروح القضاء الاداري في اول جلسة هيرجع لانه لم يخالف القانون اشتركوا في القناة